موسيقى أهلاً وسهلاً بكم أبناء طلبة وطالبات الصف الثاني عشر في هذه الحلقة والتي سنقوم من خلالها بمراجعة ما تم دراسته خلال الفترة الدراسية الثانية أعزائي الطلبة تذكر بأن كل يوم هو بداية لأمل جديد وتذكر بأن النجاح لا يحتاج إلى أقدام بل يحتاج إلى إقدام أحضر ورقة وقلم وتابعني بعد الفاصل موسيقى عدنا لكم من جديد أبناء طلبة وطالبات الصف الثاني عشر وذكرنا بأن هذه الحلقة سنقوم بمراجعة ما تم دراسته خلال الفترة الدراسية الثانية ابقوا معنا لاحظوا الآن السؤال الأول قارن بين الجهاز العصبي لكل من الإنسان والهايدرة السؤال الذي أطرحه الآن هل الهايدرة تمتلك جهاز عصبي؟ حسنتم هي لا تمتلك جهاز عصبي بل تمتلك شبكة من الخلايا العصبية لاحظ كلاهما يحوي خلايا عصبية الهايدرة لها شبكة عصبية من دون جهاز عصبي مركزي وهو الدماغ والحبل الشوكي أو معالجة مركزية على عكس الجهاز العصبي البشري الذي يحتوي على جهاز عصبي مركزي وهو الدماغ والحبل الشوكي السؤال الثاني توقع إذا تعرض أحد الأشخاص لحادث سير وعندما خضع لتشخيص سريري تبين بأنه يشعر بألم عند الضغط على أسفل قدمه بدبوس لكنه غير قادر على تحريكها توقع أي من أعصاب القدم قد تعرض لتلف أعصاب القدم الأعصاب هناك نوعين من الأعصاب أعصاب حسية وحركية عند شعوره بالألم ولكن عدم القدرة على الحركة أي نوع من هذه الأعصاب قد تلف أحسنتم تعرضت الأعصاب الحركية في القدم للتلف إذ أصبح الشخص غير قادر على تحريك قدمه ننتقل للسؤال الذي يليه لماذا تختلف معظم خلايا الغراء العصبي في الجهاز العصبي المركزي عن معظم خلايا الغراء العصبي في الجهاز العصبي الطرفي الجهاز العصبي الطرفي هو مهمته جمع المعلومات من أجزاء الجسم فبالتالي هو يريد توصيل أكبر قدل من السيالات لأطول مكان موجود في جسم الإنسان إذن نلاحظ خلايا الغراء العصبي في الجهاز العصبي الطرفي كخلايا الشوان تساعد الخلايا العصبية في نقل المعلومات لمسافات طويلة بينما خلايا الغراء العصبي في الجهاز العصبي المركزي كالخلايا النجمية تدعم أو تساند الخلايا العصبية في تأمين حاجتها ومعالجة المعلومات لذا تختلف بسبب وظائفها المختلفة سؤال الثاني كيف تستفيد الحيوانات مثل قناديل البحر من إحاطة جسمها بالكامل بمستقبلات حسية لاحظ هذا حيوان بسيط جسمه بالكامل محاط بخلايا حسية ما الهدف؟ أحسنتم إذن الحيوانات ذات التماثل الشعاعي يمكنها استقبال المؤثرات من جميع الاتجاهات وهذا بالطبع من رحمة الله عليه حتى يحافظ على حياته ما الذي يميز الخلية العصبية عن الخلية الجلدية؟ أحسنتم الخلية العصبية قابلة للاستثارة وقادرة على توليد سيال عصبي أو رسالة عصبية ونقلها أما الخلية الجلدية فلا مما تتكون منطقة المادة البيضاء ومنطقة المادة الرمادية المكونة للحبل الشوكي كلنا نعلم بأن المنطقة البيضاء والمنطقة الرمادية موجودة أيضا في الدماغ لكن ما الفرق بينهما؟ لماذا تبدو هذه المنطقة البيضاء بينما تبدو المنطقة الأخرى رمادية؟ أحسنتم نلاحظ أن المادة البيضاء مكونة من زوائد شجيرية ومحاور خلايا عصبية مغلفة بالمايلين أما المادة الرمادية فتحوي أجسام خلايا عصبية وخلايا دبقية ومحاور غير مغلفة بالمايلين وكلنا نعلم بأن المايلين هي مادة دهنية تعطي هذا اللون الأبيض اذكر الخطوات الضرورية لانتقال الرسالة العصبية عبر المشتبك العصبي لاحظ الآن الرسمة التي أمامك لاحظ وصول جهد العمل إلى الخلية العصبية بالتالي يسمح بدخول آيونات الكاليسيوم إلى الداخل شوارد الكاليسيوم دخول الشوادر هذه تعمل على انتقال هذه الحويصلات إلى الغشاء في الأزرار وصول هذه الحويصلات يعمل على تفجيرها وانطلاق النواقل العصبية إذن نلاحظ وصول جهد العمل إلى الأزرار المشتبكية بعدها يعمل على دخول شوارد الكاليسيوم إلى الأزرار المشتبكية الإطراح الخلوي للنواقل العصبية من الحويصلات المشتبكية بعد وصولها إلى الغشاء ثم التصاق هذه النواقل بالمستقبلات النوعية على الغشاء بعد المشتبكية يعمل على تفتيت الناقل العصبي بإنزيم مخصص له أو يتم إعادته إلى داخل الإزرار قبل المشتبكية عندما يمسك شخص ما قطعة ثلج بيده يشعر حالا بالبرودة وبعد فترة يبدأ بالشعور بالألم كيف تفسر هذه الإحساسات؟ حسنتم تتواجد في جلد الإنسان مستقبلات للحرارة وأخرى للألم إن قطعة الثلج هي منبه حراري يؤثر في المستقبل للحراري فتتكون موجة من زوال الاستقطاب أو ما يسمى سيال عصبي تنتقل بواسطة خلية عصبية حسية إلى مراكز الحس في المخ ماذا يحدث في المخ؟ يحدث ترجمة ويشعر المرء عندئذ بالبرودة نتيجة أن هذا المنبه قوي تتأثر مستقبلات الألم فيتكون سيال عصبي آخر ينتقل بواسطة خلية عصبية حسية إلى المخ أيضا يترجم ويشعر المرء عندئذ بالألم يؤدي إطلاق الأستايل كولين في المشتبك العصبي بين محور خلية عصبية وعضلة القلب إلى تباطؤ دقات القلب بينما يؤدي نفسه مرة أخرى عندما يطلق في المشتبك الكيميائي بين محور خلية عصبية والعضلة الهيكلية إلى انقباض هذه العضلة قارن بين وظيفة المشتبك الكيميائي إذ كان منبها أو مثبتا ما رأيك عزيز الطالب في الحالة الأولى؟ ماذا كان؟ هل هو منبأ أو مثبت؟ أحسنت في الحالة الأولى كان مثبت وفي الحالة الأخرى كان منبها في الحالة الأولى كان مشتبك مثبت أما في الحالة الثانية فهو مشتبك منبه بالرغم من عمل نفس الناقل العصبي وهو الاستايل كولين إذن أن العام الذي يحدد ما إذا كان المشتبك منبها أو مثبتا ليس الناقل العصبي بل هي القناة المرتبطة كيميائيا بمستقبل الناقل العصبي النوعي سؤال الذي يليه صف الملاحظات السريرية التي تبدو على المريض في كل من الحالات التالية الحالة الأولى عند تلف ساق الدماغ هنا عزيز الطالب في الحالة الأولى عند حدوث تلف في ساق الدماغ يجب أن تتذكر ما هي وظيفة الدماغ حسنت هو يتحكم بالوظائف الحيوية وعند حدوث تلف به سيكون هناك خلل في هذه الوظائف مثل دقات القلب والتنفس نلاحظ يؤدي تلف ساق الدماغ إلى حدوث اضطرابات في الوظائف الحيوية في الجسم مثل عدم انتظام معدل ضربات القلب مشاكل في التنفس قد تصل إلى حالة توقف التنفس عدم توازن ضغط الدم فقدان المريض قدرته على الإحساس بالألم وإحساسات أخرى كما قد يسبب بإدخال المريض في حالة غيبوبة لاحظوا الآن إذا حدث تلف في المخيخ ما هي وظيفة المخيخ؟ أحسنتم هو المحافظة على توازن الجسم إذن عند حدوث تلف في المخيخ يؤدي هذا التلف إلى حدوث اضطرابات في الحركة مثل فقد التنسيق خلال أداء الحركة عدم القدرة على أداء الحركة بالسرعة اللازمة بل تكون بطيئة حدوث ارتباك وارتعاش في الحركة فقدان التوازن والميل إلى الوقوع أرضاً خلال المشي وغيرها سؤال الذي يليه علل يضبط الجهاز العصب الجسمي لأفعال الإرادية والأفعال اللا إرادية الإنعكاسية نلاحظ يضبط الجهاز العصب الجسمي لأفعال الإرادية والأفعال اللا إرادية الإنعكاسية لأنه يحتوي على الأعصاب الحركية التي تضبط الاستجابات الإرادية أو تتحكم بها وعلى الأعصاب الحركية التي تتحكم بالأفعال اللا إرادية الإنعكاسية سؤال الذي يليه ما هي عناصر القوس الإنعكاسي؟ كلنا يعلم أن القوس الإنعكاسي هو عدم وصول السيالة إلى الدماغ فقط إلى الحبل الشوكي ثم إلى أعضاء التنفيذ أو المنفذة يترى ما السبب؟ ما هي الأعضاء التي يجب أن تكون موجودة في الجسم حتى يحدث القوس الإنعكاسي؟ حسنتم إذن نلاحظ مستقبل حسي خلية عصبية حسية النخاع الشوكي الخلية العصبية الحركية والعضو المنفذ ننتقل للسؤال الذي يليه ما هي السمات المشتركة بين الخلايا العصبية؟ أمامك الآن رسمة الخلية العصبية نريد أن نعرف فيما تشترك جميع الخلايا العصبية من خلال الرسم حسنتم جميعها تحتوي على زوائط شجيرية جسم الخلية الليف العصبي أي المحور والنهايات المحورية نلاحظ السؤال الذي يليه قارن بين الطرائق التي يحافظ بها الجهاز العصبي والطرفي وجهاز الغدد الصماء على توازن الجسم الداخلي حسنتم يستعمل جهاز الغدد الصماء التغذية الراجعة للمحافظة على اتزان الجسم الداخلي أيضا الجهاز العصبي الطرفي يستجيب لتنبيه الأعضاء المستقبلة الحسية لاحظ الآن السؤال التالي فيما يفيد الحيوان امتلاكه جهازا عصبيا وجهازا هرمونيا وكأني أقول ما الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى وجعل هناك جهازين مهمين في الجسم جهاز عصبي وجهاز هرموني أحسنتم حتى يحافظ هذا الكائن على حياته ويكون هناك تناسق في حركاته وانفعالاته إذن نلاحظ الجهازان ينتجان استجابات ملائمة للمؤثرات قصيرة الأمد والتغيرات طويلة الأمد الهدف هو المحافظة على الحياة كيف ينقل الجهاز الدوري الهرمونات إلى أجزاء الجسم؟ في البداية من أين تفرز الهرمونات؟ أحسنتم من الغدد الصماء وكيف تنتقل إلى أجزاء الجسم؟ ممتاز عن طريق الدم إذن نلاحظ ينقل الدم الهرمونات الذائبة من الغدد التي تصنع بها إلى أجزاء الجسم التي تحدث فيها الاستجابات ما هي أهمية اتصال الخلايا النجمية بالوعاء الدموي؟ إذن لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الخلية النجمية ملتصقة بالوعاء الدموي؟ ممتاز تستفيد منه تستخلص منه الأكسجين والغذاء الجلوكوز وتفيد الجهاز العصبي إذن نلاحظ لأنها تنقل منه العناصر والغذاء والأكسجين إلى خلايا النسيج العصبي ما الخاصية التي تضمن للكائن الحي حماية نفسه والبقاء حي؟ حسنتم، هي القدرة على تجميع المعلومات من البيئة المحيطة بشرط الاستجابة السريعة لها لأخذ القرار وردة الفعل المناسبة لاحظ السؤال الآن، ما التراكيب التي تستخدمها الحيوانات كي تحس أو تشعر ببيئتها؟ نلاحظ أن الحيوانات تحتوي على أعضاء الاستجابة والإحساس والمؤثرات مختلفة وكثيرة منها ما هي بقعة عينية وغيرها؟ نلاحظ البقعة العينية، الشبكات العصبية، العقد العصبية، الدماغ، النخاع الشوكي، وأعضاء الحس المختلفة ما الفرق بين خلايا الشوان وخلايا الغراء العصبي قليلة التفرعات من ناحية تكوين غلاف المايلين؟ لاحظ بأن خلايا الشوان، الخلية الواحدة، تستطيع أن تكون غلاف مايليني واحد للخلية العصبية الواحدة بينما خلايا الغراء العصبي قليلة التفرع تستطيع أن تكون الخلية الواحدة تكون عدة أغلفة مايلينية لعدة خلايا عصبية في نفس الوقت إذن لاحظ معي تكون خلايا شوان واحدة غلاف مايليني واحد على محور الخلية العصبية الواحدة بين عقدتين لانفير أما خلايا الغراء قليلة التفرعات تكون أكثر تكون أكثر من غلاف واحد وعلى أكثر من محور لأكثر من خلية عصبية واحدة ننتقل للسؤال التالي قارن بين خلايا شوان وخلايا الغراء العصبي بحسب الجدول التالي نلاحظ الجدول وجه المقارنة دورها في تكوين خلايا المايلين تذكر ما قلنا سابقا لاحظ خلايا شوان تلتف خلال نموها حول محور مكونة طبقات من المايلين حيث يتجمع السايتوبلاز ويشكل مع النواة غلاف الليف العصبي ولكن تذكر أن خلايا شوان الواحدة تكون غلاف مايليني واحد لخلية عصبية واحدة وهذا متفق عليه لاحظ الآن خلايا الغراء العصبي قليل التفرعات هي المسؤولة عن تكوين غلاف حول محاور الخلايا العصبية ولم نقل محور في الجهاز العصبي المركزي إذن لها القدرة هي خلية واحدة لها القدرة على تكوين عدة محاور لعدة خلايا عصبية سؤال التالي ماذا تتوقع أن يحدث إذا قطع الليف العصبي؟ لاحظ الليف العصبي مرتبط بجسم الخلية العصبية إذا حدث قطع في الليف العصبي ماذا يحدث؟ لاحظ أن هناك جزء مركزي مرتبط بجسم الخلية هذا الجزء أحسنتم سيستطيع أن يتجدد مع الوقت أما الجزء الآخر ممتاز فيتلف لاحظ يظل الجزء أو الطرف المركزي الذي يزال مرتبط بجسم الخلية حيث يكون قادر على التجدد والنمو لقدرته على الحصول على احتياجاته من مواد تصنع في جسم الخلية العصبية بينما يتلف الجزء الطرفي لأنه فقد الاتصال بجسم الخلية العصبية لاحظ السؤال الذي يليه قارن بين الجهازين المركزي والطرفي من حيث الوظيفة الجهاز العصبي المركزي ما هو؟ أحسنت هو الدماغ والحبل الشوكي ما هي وظيفته؟ أحسنت وظيفته هي ترجمة المعلومات التي تصل إليه والجهاز العصب الطرفي اللي هو عبارة عن أعصاب ما هي وظيفته؟ أحسنت تجميع المعلومات من أجزاء الجسم وتوصيلها إلى الجهاز العصبي المركزي إذن نلاحظ الجهاز العصبي المركزي يعالج المعلومات بينما الجهاز العصبي الطرفي يجمع المعلومات من خارج الجسم وداخله وينقلها إلى الجهاز العصبي المركزي سؤال التالي قارن بين دور كل من الجهاز العصب الجسمي والجهاز العصب الذاتي نركز الآن تنظم الأعصاب الحركية للجهاز العصب الجسمي أنشطة الجسم الإرادية والأفعال الإنعكاسية اللا إرادية في حين أن الأعصاب الحركية للجهاز العصب الذاتي تنظم أنشطة الجسم غير الإرادية مثل تنظيم ضربات القلب وهو عضلات القلب وعضلات والعضلات الملساء والغدد سؤال الذي يليه اذكر عناصر القوس الإنعكاسي حتى يحدث قوس الإنعكاسي دون الرجوع للدماغ أنا أحتاج إلى أعضاء تساعد ما هي هذه الأعضاء يا ترى؟ حسنتم مستقبل حسي خلية عصبية حسية النخاع الشوكي الخلية العصبية الحركية والعضو المنفذ لاحظ هل ذكرت الدماغ؟ لم أذكر الدماغ أبدا بل تصرف الجسم بشكل سريع دون الرجوع للدماغ سؤال الذي يليه قارن بين الطرائق التي يحافظ فيها الجهاز العصب الطرفي وجهاز الغدد الصماء على اتزان الجسم الداخلي يستعمل جهاز الغدد الصماء التغذية الراجعة للمحافظة على اتزان الجسم الداخلي أما الجهاز العصب الطرفي فيستجيب لتنبيه الأعضاء المستقبلة الحسية لاحظ الآن السؤال التالي علل يعتبر غشاء الخلية في حالة الراحة مستقطبا كهربائيا ونركز على كلمة مستقطب إذن وجود شحنات ما هي هذه الشحنات؟ نلاحظ أن هناك شحنات موجبة في الغشاء الخارجي وهناك شحنات سالبة في الغشاء الداخلي لاحظ الآن لوجود فرق في الجهد الكهربائي عبر غشاء الخلية حيث يحمل السطح الداخلي للغشاء شحنات كهربائية سالبة بالنسبة للسطح الخارجي وهو يحمل شحنا موجبة سؤال الذي يليه كيف يتم تثبيت حالة الاستقطاب في مرحلة الراحة؟ لاحظ تقوم مضخات الصوديوم البوتاسيوم النشطة بإرجاع تركيز الصوديوم البوتاسيوم إلى نسبها الأصلية في خلال مرحلة الراحة لأن في مرحلة زوال الاستقطاب ينتقل جهد الغشاء من مينس سبعين ملي فولت إلى مينس خمسين ملي فولت وهو عتبة الجهد وأريدك عزيزي الطالب أن تلاحظ أن الغشاء الخلية التي أتحدث عنه الآن هو الغشاء الخلية العصبية وهي الوحدة البنائية للجهاز العصبي ننتقل للسؤال التالي لاحظ السؤال التالي ماذا يحدث عند استثارة العصب الوركي بسلسلة من الصدمات الكهربائية المتزايدة في شدتها والمتساوية من حيث زمن تأثيرها؟ لاحظ عزيزي الطالب من خلال الرسم عند بداية الاستثارة لا يحدث أي شيء للخلية لا تتنبه والسبب بأنها تحت عتبوية لم تصل إلى عتبة التنبيه بعد ذلك تصل إلى عتبة التنبيه ما هو الرقم؟ أحسنتم ماينس خمسين مليفولت تصل إلى عتبة التنبيه وهنا يحدث زوال استقطاب الخلية ونشاهد ما يحدث في التالي التنبيه غير الفعال غير القادر على توليد جهد عمل لأنه تحت عتبوية بزيادة الشدة تدريجيا نصل إلى شدة تكفي لتوليد جهد عمل أو ما يسمى بعتبة التنبيه ونذكر هنا بأنها من ماينس خمسين مليفولت وأكثر أي شدة أعلى من عتبة التنبيه تكون قادرة على توليد جهد عمل أو يسمى التنبيه الفعال بوصول الغشاء إلى عتبة التنبيه يولد موجة زوال الاستقطاب تنتقل على طول الليف العصبي مشكلة سيال ينتقل إلى نهاية المحاور العصبية عزيزي الطالب يجب أن نركز بأن مفهوم الاستقطاب هو وجود شحنات الموجبة في الغشاء الخارجي والسالبة في الغشاء الداخلي ماذا يحدث في زوال الاستقطاب؟ العكس يدخل الشحنات الموجبة للداخل ويصبح الغشاء الخارجي سالب الشحنة ننتقل للسؤال التالي لاحظ الرسم الذي أمامك والسؤال يقول ما هو سبب تحول الغشاء من رقم واحد إلى رقم اثنين وكأني أقول مرة أخرى أن في رقم واحد كان هناك استقطاب في الخلية لاحظ وجود الشحنة الموجبة في الغشاء الخارجي والسالبة في الغشاء الداخلي بعد ذلك ماذا حدث؟ زال الاستقطاب أثناء زوال الاستقطاب التدريجي يبدأ دخول الشحنات الموجبة للداخل التي هي أيونات الصوديوم تبدأ دخولها للداخل فتنعكس الشحنة ويصبح السطح الخارجي للغشاء سالب الشحنة إذا نلاحظ عند حدوث الاستثارة أو التنبيئ تفتح قنوات في الغشاء الواقع في المنطقة الأولى أي منطقة الاستثارة وتنساب أيونات الصوديوم إلى داخل الخلية وهنا تنعكس الشحنة ويصبح شحنة الغشاء الداخلي موجب والخارجي سالب وهي زوال الاستقطاب لاحظ السؤال التالي علل لا تلامس معظم الخلايا العصبية بعضها بعضا ولا تلامس الأعضاء المنفذة وذلك بسبب أن المشتبكات العصبية تفصلها بعضها عن بعض سؤال الذي يليه علل تنتقل الرسائل العصبية باتجاه واحد عبر المشتبك الكيميائي من تفرعات المحور لخلايا عصبية ما قبل المشتبك باتجاه خلية ما بعد المشتبك إذا نلاحظ في انتقال السيال العصبي دائما من الخلية قبل المشتبك إلى الخلية ما بعد المشتبك ما السبب؟ لماذا لا يرجع بالعكس؟ أحسنتم نلاحظ أن المواد الكيميائية التي تنقل السيال العصبي تتحرر فقط من تفرعات نهاية المحور وليس به مستقبلات للمواد الناقلة لاحظ السؤال الذي يليه كيف يتم انتقال الرسائل العصبية عبر المشتبكات الكيميائية؟ أحسنتم لاحظ الرسم عند وصول جهد العمل للأزرار يبتدي يدخل شوادر الكاليسيوم دخول شوادر الكاليسيوم يعمل على تنشيط الحويصلات للوصول إلى الغشاء بعدها تنطلق منها النواقل وتبتدي تنتقل السيال العصبي من خلية إلى أخرى لاحظ عند زوال استقطاب الغشاء ما قبل المشتبك في منطقة الأزرار ينتج عنه فتح قنوات الكاليسيوم فتدخل الأيونات من الخارج إلى داخل الأزرار المشتبكية هذا يعمل على التحام الحويصلات المشتبكية بالغشاء ما قبل المشتبك ماذا يحدث بعد ذلك؟ عن طريق الأنزيمات تنفتح الحويصلات المشتبكية للخارج لتطلق النواقل باتجاه الشق المشتبكي يلتصق الناقل بمستقبل له في غشاء ما بعد المشتبك لمدة قصيرة فتفتح القناة الأيونية فيحدث ظهور جهد ما بعد المشتبك بعد انتهاء الناقل من عمله ماذا يحدث؟ حسنتم تتفتت النواقل أو تعود إلى الأزرار ما قبل المشتبك فتنغلق القنوات الأيونية ننتقل للسؤال الذي يليه علل تتلقى المراكز العصبية في المخيخ الرسائل العصبية من المخ والنخاع المستطيل والحبل الشوكي حسنتم لكي تعالجها من أجل تنظيم دقة الحركة على المستويين الزماني والمكاني لتنسيق حركة العضلات الإرادية واللا إرادية ليبقى الجسم في حالة من التوازن وهذا هو الهدف الرئيسي من عمل المخيخ سؤال الذي يليه ما هو دور المخ في الحس الشعوري والإدراك؟ نلاحظ أن الحس الشعوري يتولد في القشرة المخية بعد استقبالها سيالات عصبية آتية من المستقبلات الطرفية حيث تعمل الفصوص في قشرة المخ بشكل مستقل أعزاء الطلبة ما زلنا في حلقة لمراجعة ما تم دراسته في الفترة الدراسية الثانية نعود لكم من جديد لكن بعد الفاصل أرحب بكم من جديد أبناء طلبة وطالبات الصف الثاني عشر في حلقة المراجعة للفترة الدراسية الثانية أعزاء الطلبة نكمل مع بعض الأسئلة وتابعوا معي الآن اذكر أسماء ثلاثة طرابات تصيب الجهاز العصبي الجهاز العصبي معرض لعدة الطرابات بعضها تم دراستها في هذا المقرر تذكر ما هي؟ أحسنت، نلاحظ السكتة الدماغية، الصدمة، مرض الزهايمر، التصلب المتعدد، شلل الأطفال، وتلف أعضاء الحس سؤال الذي يليه ما سبب؟ ما السبب في فقد المصابين للزهايمر لذاكرتهم؟ بسبب تراكم ترسبات بروتينية غير طبيعية في نسيج الدماغ مما يؤدي إلى تلف بعض أجزاء ننتقل للسؤال الذي يليه كيف استخدمت الهندسة الوراثية في إنتاج الأنسلين؟ تذكر ما سبق دراسته أحسنت، يتم وضعه في خلية بكتيرية لتنتج الأنسلين للإنسان إذن يتم إدخال الجينات التي تضبط إنتاج الأنسلين لدى الإنسان في البكتيريا التي تستطيع أن تنتج هذا الهرمون سؤال الذي يليه حدد وظيفة التستستيرون والبروجستيرون لاحظ هرمونين مهمين جدا التستستيرون يعتبر هرمون الذكري وهو الهرمون الذي يعمل على ظهور الصفات الذكرية في الذكر لاحظ تستستيرون هرمون ذكري رئيس مسؤول عن ظهور المظاهر الجنسية الثانوية لدى الذكر عند البلوغ أما البروجستيرون هرمون أنثوي يعمل على نمو بطانة الرحم لتصبح جاهزة لاستقبال البويضة المخصبة لاحظوا الآن عزيزي الطالب أننا انتقلنا الآن لدراسة الجهاز الهرموني الذي ينظم عمل الجسم بطريقة كيميائية لا ننسى وركز معي لاحظوا السؤال الذي يليه ما المقصود بالبلوغ؟ وما الذي يحفزه؟ البلوغ هو فترة النمو والنطج الجنسي ويصبح الجهاز التناسلي مكتمل للوظيفة يحفزه هو إنتاج الغد النخامية لمعدلات مرتفعة من هرمونين مهمين جداً هرمون الـ FSH المحفز للحويصلة والهرمون الـ LH لماذا تحتوي الحيوانات المنوية على عضية المايتوكندرية بكميات كبيرة؟ في البداية نحن نريد أن نعرف ما هو الهدف من الحيوانات المنوية؟ ما هو عملها؟ ما الذي تريد الوصول إليه؟ أحسنتم هي تريد الوصول للبويضة حتى تستطيع الوصول للبويضة هي محتاجة ماذا؟ أحسنتم هي محتاجة إلى طاقة حتى تصل من أين تحصل عليها؟ ما هي العضية التي تنتج هذه الطاقة؟ هي المايتوكندرية لذلك هي موجودة بكميات كبيرة أحسنتم إذن لاحظ لإنتاج الـ ATP اللازم لتحريك الصوت أثناء رحلة الحيوان المنوي في قناة فالو سؤال التالي لا يتحرك أحيانا الزايقوت نحو الرحم ويظل ملتصق بجدار قناة فالو لماذا يعتبر ذلك الوضع خطراً على الأم؟ الرحم من قدرة الله سبحانه وتعالى أن لديه القدرة على التمدد أثناء نمو الجنين هل هذه القدرة موجودة في قناة فالوب؟ بالتأكيد لا فعندما ينمو الجنين ستتمزق هذه القناة وهذا خطر بالتالي على الأم إذن قناة فالوب لا تمتلك حجرة مناسبة لنمو الطفل مما يسبب تمزق القناة علل يعتبر البنكرياس غدة صماء وغدة خارجية ركز الآن غدة صماء إذن ستفرز هرمونات تصف الدم مباشرة الثانية الغدة الخارجية تفرز انزيمات كأنزيمات الهضم حسنتم إذن هي غدة صماء لأن به خلايا جزر لانجرهانس التي تفرز هرمونات الأنسولين والجلوكاجون وتصفهما مباشرة في الدم غدة خارجية لأن البنكرياس يفرز بيكربونات السوديوم وأنزيمات هاضمة في قنوات تصف في مجرى الهضم نكمل الأسئلة صفي ما يحدث أثناء الانغراس الجنيني بداية ما ينغرس الزايقوت في الرحم ماذا يحدث؟ تحصل له عدة انقسامات يكون الخلية توتية وبعدها بلاستيولة وبعدها القاستيولة التي تتكون من ثلاث طبقات ويتكون أجهزة الجسم من هذه الثلاثة الطبقات لاحظ تنقسم الخليتان عدة مرات وتشكل التوتية تنمو التوتية لتصبح بلاستيولة تلتحم البلاستيولة بجدار الرحم في عملية الانغراس تنمو البلاستيولة القاسترولة التي تتكون من ثلاثة طبقات جرثومية خارجية وسطة وداخلية كل طبقة من هذه الطبقات تكون أجهزة الجسم كل طبقة تكون جهاز يختلف عن الآخر ركز معي الآن ثلاث طبقات طبقة خارجية وسطة داخلية ما الذي تكونه كل طبقة من هذه الطبقات لاحظ تكون الطبقة الجرثومية الخارجية الجهاز العصبي والجلد والغدد العراقية تكون الطبقة الجرثومية الوسطى الآن الجهاز التناسلي والكليتين والعضلات والعظام والقلب والدم والأوعية الدموية ماذا عن الطبقة الأخيرة؟ تكون الطبقة الجرثومية الداخلية الرئتين والكبد وبطانة أعضاء الجهاز الهضمي وبعض الغدد الصماء سؤال الذي يليه إحدى الخطوات المهمة في تحري سبب انتشار السمم الغذائي هي تعرف البكتيريا الموجودة أو تحديدها كيف يقوم العلماء بذلك؟ من الذي تحتويه البكتيريا حتى أكتشف نوعها؟ حسنتم أستطيع أن أعمل تحليل للدين اي فقط البكتيريا قد أيضا تحتوي على الارين اي حتى أعرف نوعها إذن نلاحظ يمكن للعلماء أن يحددوا البكتيريا بواسطة تحليل الحمض النووي دين اي الحمض النووي اارين اي البروتينات شكل الخلية تركيب الجدار الخلوي والتغذية والتنفس ما الهدف من هذه التحاليل كلها؟ الهدف معرفة المضاد الحي والملائم لها ومحاربة هذا المرض لا تصنف الأمراض الوراثية كأمراض معدية لماذا؟ ماذا أقصد بالمرض المعدي؟ كيف ينتقل المرض المعدي من شخص لآخر؟ حسنت بالاتصال المباشر لكن الأمراض الوراثية أين توجد؟ توجد ممتاز في الجينات إذن هي تورث ولا تكون معدية إذن نلاحظ ينتقل المرض المعدي بواسطة الاتصال المباشر أو الغير مباشر مع شخص مصاب أو من خلال الماء والطعام الملوث أو لسعات الحشرات أما نحن الآن نتحدث عن المرض الوراثي فينتقل فقط من خلال الجينات إذن هو يورث من جيل لآخر ولا ينتقل من شخص لآخر بطريقة معدية شاهد الآن السؤال التالي لماذا تعتبر المحافظة على صحة جهازك التناسلي مهمة جدا؟ المحافظة على صحة الجهاز التناسلي مهمة لمنع انتقال الأمراض أو الالتهابات المنقولة من شخص لآخر وبالتالي الإنسان يحافظ على حياته لأن بعض هذه الأمراض قد تسبب العقوم قد تسبب أمراض خطيرة شاهد الآن تقلل المحافظة على الجهاز التناسلي سليم من مخاطر الإصابة بالالتهابات المنقولة جنسيا التي تؤدي العقوم وبعض الأحيان إلى الموت تتبع معي الآن السؤال التالي لماذا لا يمكن للخلايا التائية القاتلة أن تدمر الفيروس بصورة مباشرة؟ حسنت لا تتعرف الخلايا التائية القاتلة على الكائن الممرض مثل الفيروس بل تتعرف على الخلايا الذاتية المصابة فقط وتدمرها لاحظ السؤال الذي يليه كيف تستجيب مكونات الجهاز المناعي المختلفة لدخول الكائنات الممرضة للجسم؟ إذن بمجرد دخول كائنات ممرضة للجسم كيف يستجيب الجسم لهذه الكائنات الممرضة؟ ممتاز، لاحظ؟ يمكن تقسيم الوسائل الدفاعية إلى وسائل غير تخصصية ووسائل تخصصية تبدأ الوسائل الدفاعية غير تخصصية بخط الدفاع الأول والمتمثل هنا بالجلد والمخاط وأيضا الدموع وغيرها بمنع الأجسام الغريبة من دخول الجسم نفترض الآن أن هذه خط الدفاع الأول لم يمنع الكائنات الغريبة من الدخول والكائنات الغريبة دخلت الجسم، ماذا يحدث للجهاز المناعي؟ ماذا يفعل؟ ينتقل الآن إلى خط الدفاع الثاني المتمثل بالاستجابة بالالتهاب حيث تقوم الخلايا البلعومية بالالتهام كل ما هو غريب عن الجسم من دون أن يتعرف على نوعه أما خط الدفاع الثالث فتقوم به الخلايا الليمفوية بعد أن تتعرف على نوع الأجسام الغريبة التي دخلت ننتقل للسؤال الذي يليه يعتقد أن زرع نخاع العظام إحدى طرق معالجة بعض مرضى الأيدز حيث يمكن أن تفيدهم هذه الطريقة ما هي بعض التأثيرات الجانبية التي قد تنجم عنها نخاع العظام مهم جدا لأنه ينتج الخلايا التائية في بعض الأحيان يستفيد منها الجسم تنتج بكميات كبيرة ويستجي لكن في بعض الأحيان في بعض الأجسام قد يرفض الجسم هذه الخلايا التي أنتجت من نخاع العظم بل قد يرفض نخاع العظم بالكامل الذي يزرع إذن نلاحظ قد تزيد عملية زراعة نخاع العظام عدد الخلايا التائية لأن هذه الخلايا يتم صنعها في نخاع العظام لكن قد يرفض الجسم نخاع العظام والخلايا التائية الجديدة ونركز هنا عزيزي الطالب أن نخاع العظام هو المسؤول عن إنتاج جميع خلايا الدم في جسم الإنسان سواء كانت خلايا دم بيضاء أو كريات الدم الحمراء السؤال الذي يليه لقد تعلمت أن الجسم المضاد والأنتجين الخاص به متطابقان كتطابق القفل ومفتاحه اعطي مثال حيويا آخر مما تعلمته عن تطابق مماثل لاحظ بما أن الإنزيم يحفز تفاعلا معينا ويجب أن يتطابق جزء المادة التي يعمل عليها الإنزيم مع الموقع النشط الإنزيم تماما مثل تطابق المفتاح مع القفل الخاص به السؤال الذي يليه علل الجهاز الهرموني والعصبي مرتبطان وظيفيا وتركيبيا كتركيب نحن ذكرنا أن في الجهاز العصبي والهرموني يتحدان في وجود أو يتشابهان في وجود تحت المهاد هو العنصر الذي يربط بهما تركيبيا لاحظ وظيفيا لأنهما ينظمان أنشطة الجسم تركيبيا لأنهما ترتبطان بتحت المهاد ما هي العلاقة التي تربط بين منطقة تحت المهاد والغدة النخامية؟ ركز الآن معي تحت المهاد يتصل بالفصل الأمامي للغدة النخامية أنها ترسل هرموناتها المفرزة عبره للجهاز الدوري أيضا يتصل بالفصل الخلفي بواسطة محاور الخلايا العصبية الإفرازية الموجودة في تحت المهاد سؤال الذي يليه ما هو أثر نقص اليود على نشاط الغدة الدرقية ونمو الجسم في الإنسان؟ يؤدي إلى عدم قدرة الغدة على إنتاج الثايروكسين هرمون الثايروكسين هو الهرمون اللازم لنمو الجسم نقص اليود يؤثر على الغدة وبالتالي يؤثر ويؤدي إلى النقص في إفراز الثايروكسين يؤدي إلى عدم نمو الإنسان أو الجسم بصورة سليمة هذا يؤدي إلى مرض يسمى التقزم إذن عدم قدرة الغدة على إنتاج الثايروكسين اللازم للنمو الطبيعي للجسم مما يحول دون النمو الجهازين العصبي والهيكلي فيسبب التقزم والتخلف العقلي دائما ينصح بإضافة اليود إلى ملح الطعام ومياه الشرب ما السبب الآن بعدما قلناه؟ أحسنتم السبب لأنه يلزم لإنتاج هرمون الثايروكسين الذي تفرزه الغدة الدرقية حيث أن نقصه يسبب أمراض خطيرة مرضية مثل القزامة أو القماءة عند الأطفال ننتقل للسؤال التالي ما أهمية هرمون البراثورويد الذي تفرزه الغدد جارات الدرقية؟ يزيد مستويات الكاليسيوم في الدم بتنشيط كل من إعادة امتساس الكاليسيوم من الرشيح في الوحدة الكلوية امتساس الكاليسيوم في العظم لإضافة أيونات الكاليسيوم والفوسفيت في الدم يعزز الوظيفة العصبية والعضلية نربط ما قلناه الآن بما قلناه في الجهاز العصبي مهم جدا دخول الكاليسيوم لوصول السيالة العصبية من خلية إلى أخرى هذا الهرمون يعمل على تنشيط وسحب الكاليسيوم وطرحه في الدم وبالتالي يستفيد منه الجسم جهازه العصبي إذن الجهاز الهرموني يساعد أيضا الجهاز العصبي على إتمام عمله لماذا يزداد إفراز النخاع الكذري عندما يستثار الفرد أو يخاف؟ عند الشعور بالخوف يحتاج الإنسان إلى ما يحفزه إلى اللجوء والهرب من هذا الخوف حتى يحافظ على حياته نقاع الكذرية يساعد على ذلك حيث أن هرموناتها تسبب تسرع في نبض القلب ترفع ضغط الدم تزيد انسيابة للعضلات وتسبب اتساع ممرات الهواء تحفز انتشار الجلوكوز من الكبد للدم وذلك لزيادة الاندفاع الفجائي في الطاقة اللازمة للفرار أو الهجوم كل ذلك لمصلحة الإنسان ليحافظ على حياته السؤال الذي يليه ماذا يحدث عندما لا يتم استلام الرسائل التي يحملها الجهاز الهرموني أو عدم إرسالها؟ بالتأكيد ماذا سيحدث؟ حسنتم سيصبح هناك خلل في الجسم في أداء وظائف الجسم إذن نلاحظ فإن الجسم لا يؤدي وظائفه كما يجب ويعقب ذلك اضطرابات مؤدية لظهور أمراض متنوعة كالبول السكري، القماءة، الإجهاد السؤال الذي يليه ماذا تتوقع أن يحدث في الجسم عند استمرار التوتر والإجهاد لفترة طويلة؟ يؤدي ذلك إلى أن الغدتان الكذريتان تفرض الاسترويدات بدلا من هرمونين الإبنفرين أو ما يسمى الأدرينالين والنور أدرينالين الذين يؤديان في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم وإضعاف جهاز المناعة إذن كلما كان الجسم مجهد كلما قلت مناعته بسبب هذا الإفراز لاحظ السؤال التالي ماذا يحدث في منتصف الدورة الشهرية عند الأنثة؟ منتصف الدورة الشهرية أي أنا أتكلم عن اليوم الأربع تعش هذا اليوم يعني شيء حسنتم هو يوم التبويض ماذا يحدث؟ لاحظ؟ يزيد تحت المهاد إفراز هرمونات منبهة للغدد التناصلية فيزيد إفراز الهرمون الـ LH ونشاهد أيضاً أن الـ FSH يزيد ولكن بنسب قليلة فتتمزق الحويصلة وتقضى في البويضة إلى قناة فالو لاحظ أن هرمون الـ LH هو الهرمون المسبب الرئيسي لعملية تمزق الحويصلة تجراف وتقضى في البويضة الناضجة ويعرف الـ LH بالهرمون اللوتيني ماذا تتوقع أن يحدث إن لم تخص بالبويضة بعد الإباضة؟ يبدأ الجسم الأصفر بالتفتيت ويقل إفراز الإستروجين والبروجسترون ثم تبدأ بطانة الرحم بالإنفصال عن جدال الرحم ثم تضرد البطانة ومعها الدم والبويضة غير المخصبة من المهبل وتستمر العملية من ثلاثة إلى سبعة أيام ننتقل للسؤال الذي يلي ماذا يحدث عندما ترتبط أحد الحيوانات المنوية بالبويضة في أعلى قناة فالوب؟ حسنتم يتمزق الكيس الموجود في رأس الحيوان المنوي وتفرز إنزيمات قوية تحطم الطبق الواقع للبويضة ويدخل الحيوان المنوي ثم تتمزق الأقشية المحيطة بنواتي الحيوان المنوي والبويضة وتتحدان معه ويكون ما يسمى بالزايغوت ماذا يحدث للبويضة بعد عملية الإخصاب؟ حدث الإخصاب الآن ماذا يحدث للبويضة؟ يحدث لها عدة انقسامات إذن نلاحظ تنقسم لتكوين الزايغوت لتنتج خليتين جنينيتين ثم تنقسم عدة مرات لتكون كرة من الخلايا التي تنمو وتصبح كرة مجوفة تسمى البلاستيولة تلتحم بجدار الرحم لاحظ السؤال التالي علل يتغير غشاء البويضة إذا دخلت نواتي الحيوان المنوي في الخلايا الجسدية في الإنسان هي مزدوجة العدد الكروموسومي 2N أي 46 كروموسوم 23 كروموسوم من البويضة و23 كروموسوم من الحيوان المنوي بمجرد اتحاد حيوان منوي واحد مع بويضة أنا كونت 2N 46 كروموسوم يتغير تركيب البويضة من الخارج لمنع أي حيوان منوي يدخل حتى لا يتغير هذا التركيب لا يتغير 2N عن رقمه إذن نلاحظ ليمنع أي حيوان منوي آخر من الدخول وذلك حتى يبقى العدد الكروموسومي للفرد الناتج 2N مثل الأبوي سؤال الذي يليه علل يستخدم مصطلح الالتهابات المنقولة جنسياً عن مصطلح الأمراض المنقولة جنسياً أنا عندما أقول مرض لكل مرض أعراض لكن الالتهابات المنقولة جنسياً ليس لها أعراض وبالتالي لا أستطيع أن أقول عنها مرض إذن لأن بعض الالتهابات لا عوارض لها ما يزيد من فرص انتقالها من شخص لآخر من دون إدراك أما الأمراض فجميعها تظهر عوارض وصلنا أعزاء الطلبة إلى نهاية حلقة اليوم والتي تناولنا فيها مراجعة لما سبق دراسته في الفترة الدراسية الثانية أتمنى لكم أعزاء الطلبة عام مليء بالإنجازات والتفوق ألقاكم في حلقات قادمة مع السلام اشتركوا في القناة